السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في درس جديد من دروس إدارة الأعمال وعنوان درس اليوم مفهوم القيادة وأبعادها ومصادرها يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يوضح مفهوم القيادة يذكر أبعاد القيادة يبين الفرق بين القائد والمدير يدرك أهمية عملية القيادة في المنظمات يبين تأثير مصادر قوة القيادة ننتقل إلى الهدف الأول وهو أن يوضح مفهوم القيادة تعتبر القيادة فن إدارة الأفراد وقوة التأثير فيهم بالحوافز الإيجابية وزيادة الدافعية للإنتاج والعمل بروح الفريق الواحد لذا عرفت القيادة بأنها فن قوة التأثير في الآخرين بتحفزهم وتوجيههم نحو بذل الجهد المطلوب والعمل بروح الفريق لتحقيق الأهداف المنشودة في ظل علاقات إنسانية متميزة ومحفزة عزيز الطالب افتح الكتاب صفحة 121 وأجب عن السؤال التالي أعرف القيادة كما ذكرنا فن قوة التأثير في الآخرين بتحفزهم وتوجيههم نحو بذل الجهد المطلوب والعمل بروح الفريق لتحقيق الهدف المنشود في ظل علاقات إنسانية متميزة ومحفزة ننتقل للهدف الثاني وهو أن يذكر أبعاد القيادة لقين نتعرف على أبعاد القيادة عليك عزيز الطالب بفتح الكتاب صفحة 115 والإجابة على نشاط 3-1 من خلال التعريف السابق للقيادة استنتج أبعاد القيادة عليك أن تقرأ المفهوم وتحاول أن تستنتج أبعاد القيادة يمتلك قوة التأثير في الآخرين وصناعة بيئة مبدعة لتحقيق الأهداف طائد ملهم يتم قيادتهم بالتحفيز والدافعية لبذل الجهد وتحقيق الأهداف المنشودة هدف يراد تحقيقه أساس عمل الفريق هو تحقيق هدف يشارك فيه الجميع فريق عمل المهارات اللازمة للتأثير في الآخرين وتحفزهم وإدارة العلاقات الإنسانية مهارات التأثير كما هو موضح في الشكل ثلاث واحد بالكتاب صفحة مئة وستة عشر أبعاد القيادة قسمت إلى أربعة أبعاد وهما قائد ملهم فريق عمل هدف يراد تحقيقه ومهارات التأثير عزيزي الطالب افتح كتابك صفحة مئة وستة عشر وأجب عن الموقف الإداري ثلاث واحد لديك دقيقة واحدة لقراءة الموقف والآن عليك بالإجابة على السؤال الأول من وجهة نظرك معاذ قائد أم لا؟ ولماذا؟ نعم معاذ قائداً لأنه قام بشرح فكرة الرحلة قبل البدء بالرحلة وتوزيع الأدوار على الفريق لتحقيق الهدف وقام بتحفيزهم وتشجيعهم على العمل اثنان من خلال فهمك للموقف حدد عناصر القيادة التي توفرت في هذا الموقف واحد قائد ملهم وهو معاذ اثنان فريق العمل وهم أصدقائه ثلاثة هدف يراد تحقيقه وهو الاستمتاع بالرحلة البحرية أربعة مهارات التأثير كما ذكرت في الموقف توزيع الأدوار والمتابعة والتحفيظ والآن افتح كتابك صفحة 121 وأجب عن السؤال الثاني اختري الإجابة الصحيحة من أبعاد عملية القيادة قائد ملهم هدف يراد تحقيقه فريق عمل كل ما سبق نعم إجابة صحيحة كل ما سبق ننتقل الآن إلى الهدف الثالث وهو الفرق بين القائد والمدير يخلط الكثير بين مصطلحي القيادة والإدارة ويعتبرونها وجهان لعملة واحدة ولكن في الحقيقة المصطلحين مختلفان تماما فالقائد يمكن أن يكون مديرا والقائد دائما يعتمد على الثقة لكن ليس كل مدير يصلح أن يكون قائدا فالمدير دائما يعتمد على الرقابة ولكن نتعرف على الفرق بين القائد والمدير عليك عزيز الطالب سماع الفيديو التالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بعد سماعك للفيديو هيا بنا نتعرف على الفرق بين القائد والمدير من حيث واحد النفوذ القائد دائما يركز على النفوذ والتأثير الاجتماعي وعلى قبول الأفراد لهذا النفوذ بينما المدير يركز على السلطة الرسمية وامتسهال الأفراد لهذه السلطة اثنان مصدر السلطة بالنسبة للقائد يعتبر الجماعة والقبول الجماعي هما مصدر السلطة أما بالنسبة للمدير فيعتبر التنظيم الرسمي هو مصدر السلطة ثلاثة نوع السلطة بالنسبة للقائد سلطة غير رسمية بينما للمدير سلطة رسمية ومقننة أربع السمات والخصائص بالنسبة للقائد دائما يركز على الإبداع والابتقار يقوم بالأعمال بشكل أصح يركز على العنصر البشري يتميز ببعض النظر المستقبلي والقدرة على التغطيق يعتمد دائما على الثقة بينما المدير يتعامل مع النظام جامد يقبل الوضع القائم يستخدم أسلوب الرئيس والمرؤوز يعتمد على الرقابة ويركز على النظام والقواني والآن افتح عزيزي الطالب كتابك صفحة 118 وقراءة النشاط الإثرائي بتمعهم ثم الإجابة عن الأسئلة التالية السؤال الأول ما رأيك في جوبس؟ هل هو قائد أم مدير؟ ولماذا؟ استيف جوبس قائدا ناجحا وليس مجرد مدير والسبب في ذلك أنه أعطى لموظفيه العنان في التفكير غير التقليدي والمساهمة بشكل كبير في تطوير الشركة من السماح لهم برسم شيء غير موجود في الحياة وفقر في تطوير صبر الترفيه لهم وتحسين وجبتهم الغذائية للمحافظة على صحتهم وزيادة القدرة على الإبداع ننتقل للسؤال الثاني من خلال فهمك للموقف ناقش مع الزملائك الفرق بين المدير والقائد كما هو موضح لديكم من خلال فهمك للفرق بين القائد والمدير افتح كتابك عزيز الطالب صفحة 121 وأجب عن السؤال الرابع قارن بين القائد والمدير من حيث النفوذ ومصدر السلطة ونوع السلطة القائد كما ذكرنا يركض على التأثير الاجتماع وعلى قبول الأفراد له بينما المدير يركض على السلطة الرسمية من حيث مصدر السلطة القائد يركض على القبول الجماعي بينما المدير التنظيم الرسمي من حيث نوع السلطة سلطة القائد غير رسمية بينما المدير سلطته رسمية ننتقل للهدف الرابع وهو أن يدرك أهمية عملية القيادة في المنظمات لا بد للمجتمعات البشرية من قيادة ترتب حياتها وتقيم العدل بينها لذلك تقمن أهمية القيادة في مواجهة كافة المخاطر المستقبلية والتنبؤ بها العمل على النهوض بالقدرات البشرية تحقيق الأهداف بكفاءة وفاعلية توجيه جهود العاملين نحو الهدف المراد إنجازه تقدير وتدبير احتياجات المنظمة رفع معنويات العاملين ودفعهم لمزيد من العطاء والآن أجب عن السؤال الموجود في صفحة 122 وهو أذكر أربعة من أهمية القيادة ننتقل للهدف الخامس والأخير وهو أن يبين تأثير مصادر قوة القيادة من أجل أن يتمكن القائد من ممارسة عملية القيادة يلزمه مصادر قوة وأدوات تأثير صنفت مصادر قوة وتأثير القائد إلى خمسة مصادر رئيسية وهي واحد قوة الحافظ وهي امتثال الفرد لمطالب رئيسه يؤدي إلى حصوله على مكافأة أو عوائد إيجابية اثنان قوة العقاب وهي تجتند إلى الخوف وأن عدم الالتزام يؤدي إلى عقوبة الفرد ثلاثة قوة الشرعية وهي مستمدة من الوظيفة تبقى للسلم الهرمي للمنظمة أربعة قوة الاقتداء والإعجاب وهي انتثال المرؤوس بشخصية رئيسه والإعجاب به وتقديره خمس قوة الخبرة وهي معرفة الرئيس وقدراته وخبراته ومهاراته الفنية والآن عزيزي الطالب افتح كتابك صفحة 120 وأجب عن نشاط ثلاث ثلاث بمشاركة زملائك في مجموعة عمل ناقش هل القيادة مهمة في ازدهار وتطور المجتمعات والمنظمات؟ اكتب ما تعرفه عن أهمية القيادة من خلال ما درست واذكر مصادر قوة القيادة الإجابة نقلق درس اليوم من خلال مجموعة من الأسئلة صفحة 121 و122 السؤال الثالث والسادث السؤال الثالث ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة أو علامة خطأ أمام العبارة الخطئة مصطلح القائد والمدير وجهان لعملة واحدة؟ إجابة خاطئة سلطة المدير تكمن في منصبه؟ نعم إجابة صحيحة القائد يمكن أن يكون مديرا ولكن ليس كل مدير يصلح أن يكون قائدا نعم إجابة صحيحة المدير يتعامل مع نظام جامد أما القائد تستطيع التغيير والتطوير؟ نعم إجابة صحيحة السؤال الثالث أكمل المخطة الآتي مصادر قوة تأثير القائد القوة الشرعية قوة الحافز قوة العقاب قوة الإعجاب قوة الخبرة وفي نهاية درسنا اليوم أشكركم على خسن الاستماع والمشاهدة وجزاكم الله خير ترجمة نانسي قنقر